سلام حبيباتي في فيديو اليوم رايح اعملكم ريفيو على اخر مكياج اشتريتو وراني نستعمله وين راه لي عجبني وين راه لي ما عجبنيش و وعلاش اذا كنت تحبو هذي النوعية من الفيديوهات حطوا لايك ويلا نبدأ اول مونتج هو هذا الايلينر من رو بيراز اعجبني هذا المونتج جيد على العموم هو جاي باطن بصح فليكسي بماشي يابس يعني ما راه ريشة وما راه باطن سهل الاستخدام جاي اسود غامق عجبني سابد تاعو بصح ماشي مات ما شكله ملح على العين ما يسيرش بسخنة والعرق لكن جاي شغال يتكسر ويتفتفت بالصح ملح يبقى لي اطول فترة على العموم عجبني ناطيلو ثمانية على عشرة نروح للمونتج اللي بعده وهو هذا الاحمر الشيفاه من كولدن روز هذا الغوج عليه فحشق علاش لانه منيود وفي نفس الوقت رطب على الشيفاه وميخليهاش ناشفه وزيد ديزكري مايبانش في الفم يبان طبيعي نجربه لكم على ابنتي باش تشوفوه لونو مشيبوني جاي فينتاج روز هقدراني درت لكم سواج باش تشوفوه وهذا هو شكله على الشيفاه يجي مع المكياج الغامق صختوه بالصح يقدر يجي مع الخفيف ثاني لونو شتوي شوية لو كان جاي نفس المونتج باللون الوردي الفاتح رح يكون لون صيفي بامتياز لكن هذا وش بقى لهم الوان في المحل نعطيه تسع ونص من عشرة صراحة حبيته بالصاف المونتج اللي بعده هو هذا الليبغلوس من رومانتيك بيرت لما شفت هذا الليبغلوس كنت حسباته وليبغلوس عادي بلون خفيف ولمعه شابه يجعل شفاهه فراش يعني هذا اللون الصيفي واللمعه شابه وكامل ولما جربته كان هكذاك مع اللويل وكنت فرحانة بزاف به لكن استقم ماجيك ويريت هذك الماجيك اللي لونه وخفيف لونه يولي حمر بزاف على بالي بالك بزاف ناس قادر يعجبهم لكن انا ما عجبنيش خاصة انه كان عكس توقعاتي وزيد معه هو غلوس نلقى نفسي كامل مطلصة به وحمر وجهي كامل حمر يدية وكل شيء وزيد فوق هذا كامل ريحته بشيعة ومشي كامل شابه المهم على العموم نقدر نعطيه ربعة لعشرة لانه ممكن اللي يحبه الماجيك يعجبهم المنتج اللي بعده نبقى وغير مع الليبغلوس وكما راكم تشوفوا تلاحظوا اللون ثاني برتقالي لغة نحبه بزار هذا الليبغلوس من روبي روز ويقول ويحتوي على فيتامين او مع لا باليش اذا صح ولا لا لا المهم الليبغلوس هذا تقريبا ما عندوش لون يعني ديرين وشكل وخلاص لكن شكله على الشفاه هايل سواء وحده او مع احمر شفاه اخر يعطي هذيك اللمعة الشابة كرهتنا من هذوك الليبغلية فغمات اللي نشفوا الفم الموضة تحهم اصلا تقريبا اختفت مفهمت علاج احنا في الزاية ما زالوا يجيبوهم وهوما اصلا يصلحوا لفصل الشتاء برك المهم عجبني هذا الليبغلوس شكله شباب وزيد يبقى ثابت لمدة على الشفاه ويعطي هذك المنظر الطبيعي وشباب الحاجة الوحيدة اللي ما عجبتنيش فيه هو ريحته ريحته بورتقال بالصح الريحة الصناعية ما عجبتنيش بثاف وهو فيه اذواق بزاف انا كنت حابة تعليف خاز بس احكي نخلاص من المحل نعطيه ثمانية على عشرة نروحوا بعدها لهذا المنتج اللي هو عبارة عن كونسيلر من توب فيس اللي تقدري تستعملها ايضا حتى فوندو تان المنتج هذا الصراحة عجبني بزاف يخفي منظر الهالات وحتى يعطي اطلالة وجه جميلة عنده تقطية متوسطة لتعطي منظر طبيعي للبشرة بدون عيوب كبيرة رطب على البشرة مين الشفهاش ما راهو مات وما راهو لامع نص نص منظر وطبيعي ريحته كريحة مواد سيدلانية ما عندوش ريحة عطرية الصراحة ريحته ما زع جدنيش نعطيها على العموم سبعة ونص من عشرة المنتج اللي بعته هو هاذ الماسكرا من فرفشة مكتوب انه ماسكرا فوليوم فلاش الصراحة انا ما شفت تحت فوليوم ما طلع ليش بزاف شفرتية حسيته يلون شفرتين وخلاص ما طلعهمش بزاف ما يعطيهمش فوليوم الفرشات التي تبين شابه بصح كبيرة شوية ريحته شابه على العموم ما راهوش واتر بروف يتغسل بالما نورمال نقدر نعطيه ربع على عشرة هذا ما كان مرانيش حبا نظلمه بزاف بالصح ممكن فرشاته ما تمشيش معه شكل رموشي لخشنا رموشي قصيره المنتج اللي بعده هي فرشات لغسل الوجه وتطبيق الماسكات من السيليكون فرشات يدوية فيها ثلاث جهات الجهة هذه نوصل بها وجهنا الثانية هذه والله اعلم نعمل بها مساج للوجه مرانيش متأكدة والجهة هذه لتطبيق الماسكات على الوجه حجمها صغير وخفيفة تقدر يتاخذها معك لكل مكان الجهة تطبيق الماسكات جاية فليكسية بزاف وطرية مع اللول ما عجبتنيش بزاف خاصة اذا كان الماسك قاسي شوية ما تساعدكش لكن مع الوقت والفتها ودرك نجربها معكم نطبق ماسك بيها وشوفوها انتوما اذا عملية ولا لا لا بيها نتجنبو نقللو ننقلو الجراثيم اللي في يدينا لبشرتنا او للمونتج فاستعمل الفرشات احسن نعطيها 7 على 10 وقبل ما نروح لاخر منتج من الماكياج نريلك مروايح لاني نستعملهم وعجبوني واولهم هذا العطر التعلى الجسم من ابو سعد ريحته ريحته ريحت السبار خفيف وريحته شابة طوال انفصل الصيف ريحته ماشي قاوية هذك اللي تبقى في الجسم مده طويلة بزاف بصح مليحة على العموم وكاين هذا ديودوران من سي اش بريحة الخيار ريحتها خفيفة ومنعيشة بزاف اللي يحبوا روايح الخفاف ننصحكم بهذا السوج واخر شي هو هذي العلبة من الماكياج نيود تشبه زعمالة بالتاهودة بيوتي بالصحية اسمها رومانتيك مات المهم الالوان نيود شابين على العموم مع اني كرهت هذو الالوان حبه الوان جدد لكن هذا اللي كاين في السوق المهم الالوان البيغمونتاسيون تحهم مليحة فيها كاين اللي كان فيهم لمع ذهبية من الفوق وراحت مع الاستعمال المتكرر وهذا شيء سلبي البغيون بنفسه جي عجبني كثير من الاحمر بصح لزود شابين وكي تحطوه على العين يعطو منظر بزاف شباب فيها كونسيلر كريمي ايضا ندرلكم على الالوان سواتش ونعطيها سبعة لعشرة تابعوا سواتش وهنا نقول لكم خلاص الفيديو تالي ونتمنى يكون عجبكم اذا عجبكم ما تنسوناش باللايك واشتراك في القناة واذا عندكم اقتراحوا حتى فيديوهات اخرى كتبوها لي في خلال التعليقات ونقول لكم نحبكم بزاف ومع السلامة اشتركوا في القناة